بعد انهيار أحد المقاطع الجبلية الواقعة على الطريق الواصل بين محافظتي العاصمة وإربد بدأت نقابة الجيولوجيين الأردنيين بإعداد دراسة شاملة لطبغرافية المكان وطبيعة تربته حيث تعكف النقابة على دراسة ما إذا كانت التربة في تلك المنطقة قابلة للانهيار خاصة وأنها تضم عددا من الينابيع التي قد تنفجر في مواسم الشتاء عفوا التي قد تتفجر في مواسم الشتاء الأمر الذي قد يسبب مزيدا من المخاطر على عابر ذلك الطريق إلى التفاصيل على الطريق الواصل بين محافظتي العاصمة وإربد حالة العناية الإلهية دون وقوع كارثة للمركبات والمواطنين الذين اعتادوا سلوكه بعد انهيار أحد المقاطع الجبلية الواقعة عليه الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق بشكل كامل مدرية الأمن العام أعلنت إغلاق الطريق وتحويل السير إلى الطرق الفرعية النافذة في المنطقة بالإضافة إلى تحويل مسارات النقل العام باتجاه طريق محافظة الزرقاء مدير الأمن العام بدوره أوعز خلال جولة تفقدية بإخلاء المحطة الأمنية المتمركزة مقابل المقطع الجبلي بالإضافة إلى تشكيل نقاط غلق على طرفي الطريق لإرشاد المواطنين نحو الطرق البديلة أما وزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ جرش أكد أن إصلاح ما أحدثه الانهيار من أضرار وضع على سلم الأولويات ناحية فنية معنا خبراء بموضوع الجيولوجيا وموضوع التربة وفرق مساحة وفرق أوزات الأشغال النتيجة أنه بدنا نضع حلين حل أنه يعني محور آني وهو أنه تحويله بسيطة للمنطقة حتى نرجع السير الرئيسي عمان أربد من هذا الطريق وهذا الحل إن شاء الله أربين ساعة من اليوم يكون منتهي والحل الدائم هو إزالة كافة الكتل التي تنزلقت حالة الانهيار التي حدثت بالساعة ثلاث ونص صباح هذا اليوم والحمد لله لم تقع أي أضرار مادي ولا بالأرواح سواء أضرار بجسم الطريق هذا الانهيار أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي لتسراد الذي يربط محافظة أربد وجرش بالعاصمة وهي كما تعلم هي طريق استراتيجي مستخدم من كثير من الواطنين ومحافظات الشمال نقابة الجيولوجيين الأردنيين بدأت بدورها إعداد دراسة شاملة لطبوغرافية المنطقة والمتكونة بطبيعتها من التربة الطينية القابلة للانهيار والتي تضم عددا من الينابيع التي قد تتفجر خلال موسم الشتاء هذا الموقع تحديدا ملاحظ أنه فيه كتل كبيرة وهذه الطبيعة الأتربة فيها من الأتربة الطينية اللي قابلة أنه تمتص كميات من المياه وكما هو معلوم هذه المنطقة بالذات وهذا هنا سيل محاذي وكمية الأمطار في هذا المنطقة أيضا كميات جيدة بيجيها موسم مطري جيد بالإضافة إلى أنه سمعت من سكان المنطقة أنه وجود ينابيع قديم في المنطقة كل هذه العوامل تساهم فيه مع وجود مقطع مرتفع ونوعية تربة قابلة أنها تمتص هذه المياه كل هذه العوامل قابلة أنه تشكل عوامل انزلاق كما هو متعارف عليه التقديرات بعد عملية الكشف الأولية على المنطقة تشير إلى أن الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع أي مشكلات جديدة على هذا الطريق تحتاج إلى عدة أسابيع للتمكن من إصلاح الوضع وإعادته إلى ما كان عليه فيما ستستغرق عملية تحويل المسارات نحو محافظة الزرقاء والطرق الفرعية قرابة اليومين وذلك للتأكد من انتهاء كافة الأخطار التي قد تقلق مستخدمي الطريق ترجمة نانسي قنقر